أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم على قناة هوم تولز في فيديو جديد لقد تمنينا الإعجاب ديالكم وإلقاكم في تمام الصحة والعافية أنتم ما كتشاهدوه دائماً مع الجديد من عالم أدوات المنزلية جديد للمنظمات والمستلزمات كذلك بعض الأفكار والحياة اللي بلا شك قد تساعدنا في الترتيب وتنظيم وحتى تنظيف البيت واستغلال المساحات الصغيرة والضائعة فخليكم اعتتمت الفيديو إلى الآخر لأنه كله أفكار وإفادة فأدوات وأجهزة جد حديثة ومبتكرة لبعض منها ربما شاهدنا في محلات تجارية ومعرفنا لش طريقة الاستعمال أو الاستخدام دياله لبعض الآخر ربما أول مرة قد نشاهدوه في هذا الفيديو كذلك قد تعرفوا على الطرق المتاحة لاقتناء هذا المشتري يتنبدو بهذا المنتج اللي هو عبارة عن هذا الآلة ينقذروا نحضروا بيها مجموعة دي الأنواع دي الباستة كتجي فيها مجموعة دي الرؤوس اللي هي عبارة عن ساكاكين اللي كان نغيروها حسب الحاجة أما في المقطع الموالي فغنتعرفوا على هذا المنظيم اللي هو عبارة عن علاقة اللي قدروا ننظموا فيها مجموعة دي الأحدية سواء من اللي نغسلوها ونخلوها تنشوف أو لكذلك ننظموها فيها كذلك في المقطع الموالي غنتعرفوا على هذا البانيو اللي كيجي لها تشكل والجودة ديالو عالية كتجي فيه في الركا يعني في قطعة وحدة اللي مصنوع من البلاستيك كما كتشوفو معايا نقدروا نستعملوه للصابون هاكا باليد وكتجي فيه كذلك المكان في نحطوه الصابون وكيجي سهل يعني أثناء التخزين ديالو كنعلقوه هنا كذلك غنتعرفوا على هاد المنظيمات اللي كيجي لشكل أغلفة ولا أغطية كما كتشوفو ديال السيليكون هنا غنتعرفوا على هاد المنوع ليل المنظيمات ديال طاويلات كما كتشوفو معايا كيجي بروسومات مختلفة وكذلك بأشكال مختلفة وكنقدروا نمسحوه بكل سهولة وشكل ديالو زوين وكذلك الألوان ديالو هنا غنتعرفوا على هاد القطاعة ديال الخضار اللي كيجي شكل ديال هاكا صغير وكذلك الحجم دياله نقدروا نقطعوا فيها مجموعة ديال الخضار ميت الباطاطس كما كتشوفو الفلفل ومجموعة أخرى كذلك عدها مجموعة ديال السكاكين اللي كنغيروها حسب الحاجة وكذلك نقدروا نقطعوا فيها التوم كما هو واضح في الفيديو وكذلك نحضروا فيها اللحم المفروم وانطحنوا فيه حتى السمك وطريقة الغسل دياله كذلك السهلة واللي تقدر تنفعنا في المطبخ في تحضير مجموعة ديال الأكلات في هذا المقطع غنتعرفوا على هاد الصنادق الصغيرة الخاصة ببعض الأدوية كما كتشوفو معايا الحبوب واللي فيها مجموعة ديال الأوقات مثل الليل النهار والصباح وكذلك الماساء وكتجيبه ألوان مختلفة ورسومات مختلفة نقدروا نحملوها معانا في الحقيبة هنا يغان تعرفوا على هاد القطع الخاصة بهاد النوع ديال الخضار اللي يقدروا نقطعوها بيها على شكل طولي كنتبتوها وكنجروا بكل سهولة والحجم ديالها كذلك صغير هنا تعرفوا لهاد البونجة كذلك اللي خرجة جديدة وحصرية وشكل ديالها كتكون صغيرة من فوقها نبدلوها بالماء فالكتستكبر الحجم ديالها كنقدروا نستعملوها لغسل الأواني ومجموعة ديال الأغراض في المطبخ وكترجعت نشوفو كي صغير الحجم ديالها هنا كذلك نتعرفوا على هاد الفكرة ديال هاد البانيو كما كتشوفو معايا قدروا نستعملو خصوصا المرضى اللي يكونو شدي الفراش هاكا وكي جمع هاد السطل دياله هنا كذلك نتعرفوا على هاد الأكياس اللي قدروا نستعملو بيهم مجموعة ديال الخضار والفواكي اللي كتكون بقى في الأشجار فك نحميهم هاكا من الحشرات أو من الطيور كذلك هالفكرة جد عملية وكيتسدو وكيتفتحو بكل سهولة أما في المقطع الموالي فاغنتعرفو على هاد الكرسي كما كتشوفو معي اللي كيجيب لعلاقة دياله وقابل للطي ونقدروا نستعملو حسب الحاجة ونتحكمو في الطول دياله والجودة دياله كذلك عالية أما في المقطع الموالي فاغنتعرفو على هاد المجموعة ديال الحقائب اللي كتجي فيها بمجموعة ديال الألوان مختلفة وكذلك مجموعة ديال السلاسل كما كتشوفوا لديال جيوبة اللي نقدروا نستعملوها وكتجيب الصمتة دياله هنا عدنا هاد القطاع الخاصة بالتحضير هاد النوع ديال المعجنات كما كتشوفوا معايا فهي مستلزمة وادوات واجهزة اللي اصبحت ضرورية في البيوت ديالنا خصوصا بالنسبة للمرأة العامية اللي كتعاني من ضيق الوقت او لا حتى ربات البيوت لان الادوات والاجهزة كيساعدونا في الترتيب والتنظيم وحتى اعداد طباخات وكذلك كيوفروا لنا الطاقة والراحة النفسية واليومية ونقدروا نستعملوهم في البيت عامتان وفي المطبخ ولا الحمام وكذلك في العامل في المكتب ديالنا ولكننا خادر البحار او للبيكنيك فكيساعدن الحياة اليومية ومجموعة ديال الادوات او المستلزمات والمنظمات للصغرات الحجفة هي موجودة بكثرة وبأتمينة رمزية اللي كتكون عشر ولا عشرين درهم موجودة في الاسواق العادية اللي كتكون في الحمى ديالنا وكذلك في المتاجر الكبرى مثل كارفور ايكيا بريمارك الديل ليدل ومرجان الى غيرها من المحلات التجارية الكبرى فلأبغينا نسوقوا بهذه الطريقة معلنا الى انقلبوا مزيان ولا نتبعوا كذلك المجلة اللي كتكون غالبا شهرية ولا اسبوعية ونسوقوا ذلك شيء اللي بغينا من المحلات التجارية الكبرى اللي سبق وذكرنا اما الطريقة التانية الاقتناء هالأدوات والأجهزة فهي عبارة عن صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تليجرام والفيسبوك وإلا بغينا نسوقوا بهذه الطريقة فهي كذلك جيد سهلة وبسيطة معلنا إلا ندخلوا الحساب ديالنا على الفيسبوك ونكسبوا أدوات أجهزة منزلية ونكسبوا مباشرة اسم الجهاز اللي احنا في حاجة له ومباشرة هالصفحة غا تقطرح لنا مجموعة ديال الصفحات الخاصة ببيع هذه المنتاجات واللي موجودة بالبلد ديالنا فكن اختاروا المنتاج وكنلقوا مجموعة خاصة للمعلومات الخاصة بهذه المنتاج كذلك كنتوصل مع الصفحة فكشرحون طريقة الدفع والتوصيل أما طريقة الدفع فحسب الصفحة أحيانا لحظة شراء وأحيانا أخرى لحظة التوصل والمنتاج أما طريقة التوصيل فهي كتكون بثمان مناسب لأنها الصفحة تعدج جميزات الميزة اللولة التوجود دياله بالبلد ديالنا الميزة التانية أنها تشري بالجملة فمستلزمات من الضمات لأصبحت ضرورية وأغلبها تجي الحجم ديالها صغير أولى قابلة للطي وهذا بيت المقصود فهذا كتساعدنا في استغلال المساحات الصغيرة والضائعة خصوصا بالبيت عموما أو للحمام خاصة أو للمطبخ وكذلك كتجي قابلة للطي وهكذا كتساعدنا في استغلال المساحات الصغيرة وكذلك أثناء التخزين ديالها يعني ما كتاخدش معنا مساحة كبيرة أما المستلزمات لخاصة تكون تلتق بالبلاكار أو لا بالحائط فكتجي جاهزة بالملصقات ديالها كما كتشوف غالبا في كل مقطع فما كتحتاج تجربة كبيرة لتثبيت ديالها كذلك لأنها كتجي جاهزة وأي واحد يعني يقدر يتبتها في المكان المناسب ديالها بكل سهولة وأما الطريقة الثالثة لإقتناء هذه الأدوات والأجهزة فهي عبارة عن تطبيقات أولاين وخاصة بالناس اللي أبغي يحصلوا على أدوات وأجهزة اللي هي حصرية بقى موصلش للأسواق ديالنا وكذلك خاصة بالناس اللي ما عندهمش وقت التسوق فالتطبيقات مثل تطبيق اللي بابا اللي خاص بالناس اللي كيبيعوا شروعوا بالجملة أو للناس اللي كيبيعوا شروعوا في صفحة عبر مواقع التوصول الإشماعي وكذلك عدنا تطبيقات أليكسبريس أمازون أوشين فلا بغينا نتوقع بهذه الطريقة معلنا إلا ننزلوا التطبيق اللي حبينا مثلا أمازون بجهاز ديالنا ونبدأوا عمليات البحث نكتبوا أدوات منزلية ولمستلزمات ومباشرة تطبيق عرضينا مجموعة دي الأدوات المنزلية اللي كتكون متشابهة ولحظة اختيار المنتاج كلقوا مجموعة دي المعلومات الخاصة بهذا المنتاج مثل اللون الطول العرض مادة الصنع إلى آخره كذلك كالقوا طريقة الدفع والتوصيل أما طريقة الدفع فكتكون لحظة شراعي يعني بلا كارد الفيزا فما نخافوش على المعلومات الشخصية ديالنا ولا البنقية فهي في أمان كذلك نذكركم بالميزة ديالتطبيقات أنها عدنا مدة دي الأسبوع باش نجربوا المنتاج اللي عجبنا ما عجبناش نقدره نغيره هولي احتراجعه دائما غير احترم القانون ديال التطبيق اللي تسوقنا منه وهذا كالفيديو ديال اليوم اللي كانت مني يكون الأعجاب ديالكم ولي كذلك ما تنخلوشوا رعبوا لايك أو جين في هكذا الفيديو كي تقترحوا كيوصل الناس المهتمين بهذه الأدوات وهذا المحتوى كذلك كان الناس اللي بازل ما شاركوش بالقناة ما احباب لي مشتركوا فعلوا جرس لكم لباش يتوصلوا بكل جديد الفيديو وهذه القادمة ولي عجبكم شي منتج معليكم الى تنزل الى تنزل الى تطبيق لترسل فيها بالضبط وانا غنجوبكم برابط شراء القانون فيديو قاضي بإذن الله خليت لكم الراحة بسلام عليكم